في باريس ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنا فاكر إنه من حوالي 6-7 سنين كده يمكن أكتر شوية كنا تكلمنا في الإعلام أو تناولنا ملف مشروع البطل الأوليمبي وأعتقد إذا كنا نتكلم على ملف تفتح من 7 أو 8 سنين فاتوا فأعتقد إنه أن الأوان أوحان الوقت إن إحنا نجمي ثمار هذا المشروع إذا ما كان مستمر طبعا معرفش المشروع استمروا لا لا لكن نتمنى إن شاء الله التوافيق لبعثاتنا في العلعاب الأوليمبي ونتمنى كمان إنه قبل حتى بداية الأوليمبياد يبقى فيه إعلان عن الميداليات المستهدفة يعني إحنا رايحين بتارجت إيه عشان نبقى عارفين والله حقا نقلم التارجت فنبقى عارفين إنه إحنا ما كناش مخططين صح أو مكناش ماشيين صح أو حقا أفضل من التارجت فنحيي الناس اللي بزلت مجود أكتر من متوقع ونعرف إيه هي حدود إمكانياتنا على كل الأحوال طبعا منتخدنا الأوليمبي بيستعد المطشو مع أوكرانيا وهنتكلم على تفاصيل استعادات منتخبنا في فقرة الأخبار ومعنا أخبار الأهلي ومعنا تمرنت الأهلي كمان النهاردة تعالوا نشوف معنا إيه في الأهلي نيوز روم كما عودنا مارسل كولر بعد المباراة بيبقى يوم طبعا ده في الأيام اللي بيبقى عندك فيها 72 ساعة الأيام اللي بيبقى فيها أو الفرق اللي بيبقى بين المطشين 48 بيبقى تمرينة على طول لكن بما إنه مطشنا اللي جاي الثلاث فالنهاردة فيه تمرينة وهنتبحها وهنيني لحضراتكم هنروح معاكم لمختارة تيتش والنادي الأهلي نشوف جزء من تمرينة النهاردة وتحضيرات النهاردة لكن هو بروجرام مارسل كولر بيبقى تمرينة خفيفة بالذات للعيبة أو تمرينة استشفائية برنامج استشفائي للعيبة اللي خضت اللقاء واللعيبة اللي ما لعبتش أو ما شاركتش بتعمل تمرينة كاملة ثم تاني يوم اللي هو بكرا إن شاء الله هيكون فيها